تقرير تاني مشاهدينا شهد الفريق أول محمد داكي القائد العام لكوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لهيئة عمليات الكوات المسلحة وده كان بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية دا كان بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب الكوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة الكوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر ونرجع معكم مشاهدين شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث مؤكدا على أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمية في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود لسياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن حضر مناقشة البحث عدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية ترجمة نانسي قنقر